موسيقى قراءة بسيرة وافكار وطموحات بعض القادة الكبار ويعني هيك تصويب لمعلومات وابحاث من هون ومن هون رح نتنولها مع ضيفنا دكتور إلي جرج الياس الكاتب والباحث الاستراتيجي والأستاذ الجامع بتتذكروا حكينا من أسبوعين عن الزلازل حكينا عن الصحون الطائر عن المخلوقات الفضائية بباطن الأرض كيف يطلعوا ويفوتوا وفتنا بهذه المعموعة لشغل العالم العلماء والرأي العالم العالمي وأكيد جزء كتير كبير من اللبنانيين بيهتموا لهذا الموضوع دكتور صباح الخير مونجور أهلا وسهلا فيك يعني تكون منصف الأصداء كانت على مفترق طرق منحطها بكفاي ميزان ناس تحمست كتير للموضوع حبت كتير وبدأ تعرف أكتر وأكتر وأكتر وناس رح قولها تزعل إذا ألتها لا أبدا بيقولوا لي ما شاء الله عليه دكتور طويل عريض عم بيحكي هنا بالصحون الطائرة والمخلوقات الفضائية على هود الناس من رد بشغلة كتير بسيطة جدا مؤتمر بمجلس الشيوخ الأمريكي ديم 15 يوم بال2022 كل الناس سمعت فيه جلستين علنيتين وعدد كبير وعدد كبير ما كانت علنية أعضاء مجلس الشيوخ أعضاء مجلس النواب كبار العلماء الأمريكيين وعبر العالم ما نطلق الموضوع له خلفية علمية عدا عن عشرات الحلقات على التلفزيون الروسي وعلى التلفزيون الصيني وعبر العالم وعشرات المؤلفات والمنشورات أهمها للجنرال الأمريكي بيرد والجنرال السوفيتي تشير نافين يلي كل واحد مؤلف 3-4 مراجعة يفجين بلومكين يلي عنده سلسلة كبيرة من المؤلفات ويلي هو رائد علوم الغيبية نعم دكتور قلتلي يعني نحن الإعلام باللبنان بعضه مؤثر ما بيعطي هذا الموضوع حقه وقلتلي كيمكن اللي فينا بكفينا خلينا نشوف سعر صار في الدولار مية بالمية بودائع الناس اللي مش معروف يعني مصيره وين لقمة العيش اليوم ما بقى أحد عم بيسأل عن شي صار بده بس يأمن لقمة الأكل والدوى ويعني أبسط الأمور وعم نستغني عن قصص كتير بحياتنا عم نروح للتقشف المكسيموم فبتصور يمكن مخلوقات مية بالمية بس بيضل في عنده الإنسان حشرية تفتيش عن الحقيقة طبعا طبعا مثل ما هلأ أنا عندي حشرية مع المشاهدين نعرف هيك رؤية جديدة لنشوق الحرب العالمية الأولى من أسرار العلاقة بين الحرب العالمية الأولى الانفلوينزا الإسبانية وصولنا نحن للكوفيد 19 وإذا فيه يعني الترابط نعم الرواية الرسمية يلي كل الناس بتعرف فلع أنه تعلمناها بالمدارس بكتب التاريخ أنه اختيال ولي عهد النمسا ولي عهد النمسا سنة 1914 ولكن خلف هذه الرواية صار في عنا روايات جديدة وأكثر علمية مننا أنه الخلاف حول الحرب العالمية الأولى كان خلاف ألماني نمساوي وسأوا هتلر بكتابه أكفاحي وسأوا هفنر وعدد كبير من المؤرخين الألمان والأوروبيين كانوا الجيوش الألمانية والجيوش النمساوية صاليين على بعض وكان متوقع اغتيال ولي عهد النمسا على يد الألمان النمسويين المتعصبين للانضمام لألمانيا فتمت المفاجأة الصاعقة أنه جافريلو برانسيب الذي هو من القوميين بيوغسلافيا التي تأسست فيما بعد هو الذي أقدم على اغتيال الولي العهد يعني سلافي متعصب يقدم على اغتيال حماة سلافيين من هون أخذت الحرب أخذت جدلية علمية جديدة حول نشوقها يعني أبعاد الخالفة غير المتعارف عليها حسب كتب التاريخ مية بالمية أما لك في فيلم أمريكي من سنتين أخذ ضجة كبيرة اسمه 1917 هذا الفيلم من نفسه يبرز يبرز أهمية الانفلوانزة الإسبانية بالحرب وبحراك الجيوش وانسحاب الجيش الألماني ودخول الجيوش الحليفة على حساب الألماني من هوني نسوق نسوق الانفلوانزة الإسبانية وكأنه سبب أساسي لإنهاء الحرب العالمية الأولى يعني ما كان بقى فيها تستمر الحرب بالرغم أنه الفريقين المتخاصمين بعد عندهم جهوزية عسكرية لأنه نسبة القتلة القتلة بالانفلوانزة الإسبانية تعدد 30 إلى 40 مليون لتستقر على حوالي 75 مليون يعني بفهم من حديثك أنه من 100 سنة كمان كانت الانفلوانزة مفتعلة لأنهاء الحرب بطريقة نعم يعني لا خاسر ولا رابط المدرسة السوفيتة الروسية تميل إلى هيك إلى هيك وأكتر من هيك أكتر من هيك هناك مقولة روسية حديثة أنه الكورونا كوفيد 19 منعت حدوث الحرب العالمية الثالثة ولو إلى حين منعت منعت نعم مع أنه يعني هوني أنت بتعرف بلبنان أخذت عرف شعبي خصوصا مع الحبيث يحنى خواند الذي أعلنها أنه ولكن أعلنها بطريقة إيمانية أنه ما علي خلينا نتحمل تداعيات الكورونا أفضل من الحرب العالمية الثالثة تحكيها بها الصراحة ولكن المحلليون الروس تكلموا عن هذا الموضوع بشكل واضح نعم طيب دكتور هون اسمح لي لأن على سيرة الكوفيد قلت لي يعني هون وكأنك عم تخذني على شبه مؤكد أنه مفتعل أنه الجرثومي مفتعل 60% إلى 40% هلأ الروس عند 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 هيده وإذا بدك إذا بترغب خارج الحلقة بزودك بمصادر روسية تتكلم أنه من نسبة 60% مفتعلة إلى نسبة 40% طابعية بس اسمح لأن هالأسبوع اللي مرأ على السوشيال ميديا الإعلام الأمريكي عم بيسلط الضوء على شركة فايزر عم بيتهمون أنه واعترفوا أنه لأن عم بيترك أذى كتير كبير اليوم يعني صادر عن محكمة العدل الدولية مش اليوم يعني هيده احتفظت فيها قلت أنا بتجي بسياء الحديث ومسياء باليوم محكمة العدل الدولية تحكم بإلغاء جميع أشكال التلقيح وتصنيع وبيع وإلغاء البروتوكول الصح لمنظمة الصحة العالمية وأم أس وتضع عدة شخصيات تحت الملاحقة القانونية الدولية منهم المدير العام لشركة فايزر بتهمة الإبادة الجماعية الجماعية وبريطانيا أول الدول يبادر بالتنفيذ أولى الدول مفروض بالتنفيذ الفوري يعني اتهامه وخضع لمسائلة أنه أنت عم تعمل إبادة جماعية اليوم نجو منتطلع منظمة الصحة العالمية متهمة عم تدعينا لللقاح الأول التاني التالت الرابع اليوم بيقولوا لك اوع حدا بقى ياخد هيدا الفاكسان لأن يعني في ناس عم بتموت على البطيق وأسباب مش معروفة عم بتكون بد يعني صوب على الموضوع من ناحية إيجابية من ناحية سلبية رح بلش من الناحية السلبية من الناحية السلبية نعم هو مدمدر إذا ترافق يعني ما عملوا اختبارات صحية كفاية حول اللقاح هو لا يتلاءم مع بعض الأمراض الوراسية والأمراض الموجودة لهيك عمل ارتفاع ولو محدود بنسبة الوفيات رح أعطي هل ما عرف إذا رح يقوموا علي الأطباء بلبناء بس أنا عم بحكي عن محكمة العدل الدولية هيدا المرجع متداول حديث عنه ولكن رح أعطي شيء إيجابي تأثيرات هذه اللقاحات محدودة ولكن أعتقد وكمان متأثر ببعض الذين يعتقدون أنها اختبار للمستقبل يعني الخوف منه هل الخوف على المستقبل ينتبه الإنسان شو ممكن يتلقح بالمستقبل السائل أزيته محدودة ولكن بلش يتكلمون عن الشرائح الإلكترونية صح أفكارا بس مني زرعوا بكتيريا وأفلاما نعم نعم عم قللك يعني فيروس اللي عم قللك فيه شغلات سلبية لأنه لم يتم دراسة اللقاح تناصق بين اللقاح وأمراض وراثية وأمراض عديدة معروفة طيب خليني أرجع مع أنه هذا الموضوع بيحمل بس خلينا نرجع يعني تأثيراته الديمغرافية للكورونا محدودة حتى اليوم ولكن حضاري من المستقبل يعني بالمستقبل بده الإنسان يعزل حاله عن العالم أفضل من أنه يتعرض للوقات سمعنا ورينا وطبعنا روبرتاجات بتحكي عن عن جد تخفيف نسبة سكان للعالم لأن القرى الأرضية ما بقى تحمل والتلوث وإلا ما هنالك وشفنا وشفنا يعني لما بسنة لا في مطارات لا في معامل ما في سيارات ما في هيدي البروفا كيف البيئة رجعت يعني مناطق خضرة رجعت انتعش الأكسيجين رجعت هيدي بروفا هيدي بروفا شو بروفا لأين رايحين رايحين إلى احتمالات أخرى والخوف أنا حكيته على محطات أخرى وبحب أرزع أذكر الخوف على أفريقيا الخوف على أفريقيا وعلى التحام بين يعني الشغلتين كتير مخيفين هن الكورونا والإيبولا الخوف على أفريقيا بالمستقبل بالقريب لأنه هناك دراسات عن أفريقيا منذ بدايات القرن العشرين والاستيطان بدون يحطوا إيدون علي نعم خلينا أرجع لأن قتيت على سيرة هتلر و بدي أسأل إذا وصول هتلر للسلطة عبر الانتخابات كان ولا كيف نعم وصحح لهذه المعلومة عن الهروب إلى الأرجنتين أول شغلة ما بعرف لي السياسيين اللبنانيين يحبون ويتندرون وأنا مش هون عم بحكي عن سياسي واحد براسي أكتر من 30 نائب ووزير استحضروا هتلر الذي وصل إلى صدّة الحكم بانتخابات نيابية يا شباب أنا شخصيا وغيري ولكن أنا شخصيا انشرت أرتيكل موجودة على الجوجل عربي فرنسي إنجليزي تبين أنه هتلر بعشر محاولات انتخابية مش وحدة لم يستطع الوصول إلى صدّة الحكم بالنهاية عين الماريشال رئيس ألمانيا فون هندنبرغ عين المستشار فون بابن على رئيس المستشارية فتنازل لهتلر في خطوة استراتيجية يعني كأنه بد ياخد العالم إلى معمات 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 الحروب نتمنى على السياسيين ولن نسمي أي أحد وأخيرهم يعني من أسبوعين وثلاثة من نتمنى عليهم التحقق من الموضوع لأنه كتير وضحتوا أنه هتلر لم يصل هذا وصل بألعاب انتخابية ولكن لم يصل عبر الانتخابات مسألة بدنا نصوب علميا الرواية الرسمية الرواية الرسمية تقول بانتحار هتلر الرواية التانية يعني يلي بدأت إذا بدك فعليا بالألفين وعشر عبر العالم مع إريك فراتيني المؤرخ والصحاف الإسباني أن هتلر هرب إلى الأرجنتين هناك الرواية الرسمية الأساسية أنا ما في نائد الرواية البديلة لأن الرواية البديلة إجت على أنقاض الرواية الرسمية أنا من اليوم فصاعدا إذا بدي أحكي عن انتحار هتلر بدي وسع الموضوع بدي فرج جدة هتلر بدي فرج معلومات عن جدة هتلر أو جدة إيفا بدي أحكي الأمور بالتفاصيل وهذه غير موجودة لهيك نحنا حكما هتلر لم ينتحر رحنا على نظرية أخرى من يلي أنا بسندة وعملت عننا مؤلف نظرية هروب هتلر إلى الأرزنطين فمنتمنى على العالم ما ينقضون بنظرية هتلر على الأرزنطين ينقضون بالرواية الرسمية الأساسية يلي تتكلم على انتحار هتلر ويلي الرئيس ولادمير بوتين شخصيا نف مرة يعني تقريبا نفيها بخطابه دايما برجع لخطاباته بـ 21 و 24 و 24 و 24 عشية الحرب الأوكرانية وخطاباته هلأ لأنه بمر رسائق المخيف إلى العالم رجعنا إلى الكورونا الرئيس ولادمير بوتين كان واضح في خطابه أن معامل إنتاج الأوبئة والفيروسات الخطيرة موجودة في أوكرانيا حكيها بالخطاب يعني هيدا رئيس جمهوري لدولة كبيرة نعم طيب دكتور مع أن الأسئلة حلوين ودسمين بس خليني استفهم منك أنه لماذا السياسات يعملوا عشرة مثل ما قلتلي عم نعمل أبحاث عن موت هتلر أنه شو الهدف وليه عم نحلل بالكورونا الإسبانية والحرب العالمية الأولى شو الأهداف منها يتركون يتركون الغازة أوكي مثلا مثلا إذا بدنا ننقل لهوني محليا لغز ظهور الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في لبنان لغز لأنه قبل ظهوره في لبنان ما بنعرف شي يتركون لعدة أسباب أول شغلة بيفتحوا يعني بيفيدونا بيفتحوا مجالات للبحث العلمي بس مش هده مش هده هدفهم الأساسي يريدون أن لا تصل للحقائق كاملة إلى الصعوب هيده 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 واضحة وهوني رح تندر تندر يعني نكتة شعبية بتنتشر بعض الحرب العالمية التانية أنه هتلر وكبار كبار قادته أنه حوالها 12 لم يحاكموا غيابيا كان فيهم يتحاكموا غيابيا بينما يلي تحاكموا هني ببلسوا من الصف والرابع ونزول وهيدي وهيدي شغلة تب يخي أنت عم بتقول هو رأس الشر كان في العالم لماذا استسنيته من كل الأحكام رح أعطيك فكرة تانية لتأمين لتأمين انتقال سروته المادية الموجودة في مناطق عديدة من ضمنها في سويسرا يعني هيدا شي ويرتينو قبلا عن جد مشكلة خصوصا منذ 1900 العالم مريء بالألغاز والأسرار طيب بدي انتقل لموسوليني لأن في شي يعني لبنان ولفتني سؤال عن جد أراد أنه يهرب إلى لبنان نهاية العالمية الثانية بمجلة بمجلة الأمن الداخلي بمقالة بمقالة إليه وعقبت أيضا بمجلة التحولات المشرقية المحكمة على شو سند الدكتور حول مفكرين لبنانيين رح تتفاجأ الحرب العالمية الأولى من خلال الصحفيين اللبنانيين العالميين كامل مروي يلي مات اغتيالا في بيروت 1966 وإميل الخوري إميل الخوري كان الرجل أعمال لبناني وصحافي مقيم في سويسرا مقرب إلى الرئيس بصارة الخوري هو الذي كان يحضر وهو بمرئة بمؤلفاته خصوصا أصار أقدام هو يلي كان يحضر لهروب موسوليني إلى لبنان عبر سويسرا ليش الوجه لبنان دكتور ليش الوجه لبنان لأنه كان فيه أرضية تهيئت في لبنان وأنصار يعني كانت الأحزاب اللبنانية القومية تساند ألمانيا ولو بطريقة سرية ولا ننسى زيارة رئيس الشبيبة الهتلرية فون شراخ إلى بيروت قبل الحرب وأقام في بيروت شهرين يعني هوني 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 كان في كان في إلون انتشار وكان في إلون عدا عدا أنه كمان إيميل خوري وكامل مروي يلمحان ومن هنا نبدأ أن السروة النازية العملاقة سرئين أوروبا كلها تمركزت في سويسرا السرية المصرفية ثم في بيروت حيث أقرت السرية المصرفية في بسنة ال56 طيب دكتور استنادا للكلام اللي عم بتقوله نوان كنا وانصرنا بلبنان يعني أيام الحرب العالمية التيني كان عندنا هل شبكة تواصل مع عواصم القرار نعم من خلال أفراد لبنانيين نعم وكنا حاضرين نعم وفاعلين شو عملوا فينا وما زلنا ولكن في اتجاهات أخرى اتجاهات أخرى نعم رح أطيك يعني بالتصرفات اللي عم بصير يعني وكأنه عملنا نعزلنا حتى مع الانهيار حتى مع الانهيار يعني يعجب الإنسان من تقييم الوضع الاقتصادي في لبنان ما بين إمكانيات الدولة اللبنانية اللي هي بالنهاية غير معروفة ولكنها بحالة الانهيار ونجاحات مؤسسة انترا ولغز غموض العلاقة بين انترا والدولة اللبنانية أنا بدي أحكي بالتاريخ بالتاريخ هناك شخص كتير غريب قتى إلى لبنان هو يوسف بيدس مؤسس انترا يعني هذه كمان مليئة بالألغاز والأسرار وصول شركة انترا وصولا إلى اليوم أنا إذا بدي أحكي من الوجهة التاريخية هناك نظريات جديدة حول نشوء انترا وحاول استقدام الأموال الأوروبية تبعو الحرب العالمية التانية إلى نعم 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 دكتور يعني رح أكتفي بهالقدر لأن استفضنا بالحديث وقاطع الوقت بسرعة إذا بتسمح لي رح أترك الأسئلة للقاء آخر متشكر إذا كان ستالين اتعرض للاغتيال أو يعني رافقته لعنة انهيار الاتحاد السوفيتي عن رؤية الرئيس بوتين كمان مرة بهيدا الموضوع عن الغاز وينستون تشيرشل اللي ما بتنتهي بين اغتيالات الرئيس جون وبوب كينيدي وماريلي مورو ومارتن لوثر كينغ تطرح سؤال أين نظرية الرئيس ترامب من هؤلاء وطبعا اللي قتيت على ذكره هلأ بآخر الحديث دكتور بدي أشكراك يعني هاو دي رح أتفض فيه للقاء اللي بيجمعنا فيك تسمح لي أنهي أنهي بشغلة إلى ستالين وليني محفظ الألقاب ولينين وبوتين تبقى روسية أرض الغاز والأسرار بشكل كتير قوي يعني روسية لوحدة بدأ حلق منحللها معك بحلقات آخر بتشكرا دكتور إلي جرجي لياس الكاتب والباحث الاستراتيجي والأستاذ الجامعي شكرا لحضورك معنا شكرا لإليك وأهلا وسهلا فيك مشاهدينا منروح إلى فاصل إعلاني لقاءنا الأخير بيجمعنا بروفيسور بيير الجميل اختصاصي بجراحة العظم والمفاصل وعمود الفقري موضوعنا لليوم مع دكتور الجميل أوجاع الرقبة الأسباب والعلاجات خليكم برفقتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر